مشاهدين نستهل ساعتنا الإخبارية بالخبر الهام الذي يرد أسفل شاشة ومتعلقة بقطاع العدالة أين أكد وزير العدل حافظ الأختمة طيب لوح على هامش يشغل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون العقوبات أكد بأنه لا يقبل ممارسة أي ضغوطات على المصار القضاء لأي ملف مهما كان حجمه طيب لوح كذلك صرح من أروقة البرلمان إنه ليس له الحق بالتعليق على عمل القضاء بخصوص ملف شاكيب خليل وفي رده على سؤال حول تصريحات أويحيا قال طيب لوح إن الحديث عن المسائل القضائية خرق لتكريس سلطة القضاء كما تحاشى الوزير الخوض في تفاصيل مذكرة التوقيف الصادرة بحق شاكيب خليل قبل ثلاث سنوات